اشتركوا في القناة الاختبارات الموجودة في يونت فور وزي ما قلت الجرامر بتاع اليونت دي مهم جدا يا جماعة ياريت الناس تشوف الجرامر بتاع الاختلافات بين افر و ايتش بين ايدر و نايدر بين نون والحاجات دي كلها وبوث و هاف الكلام ده مهم جدا وكان بيلغبط الناس السنة اللي فاتت في ياريت نركز جدا في الفيديو ده والفيديو بتاع شرح الاثنين فيديو كانوا اثنين بتوع شرح الجرامر تعالى نشوف اول حاجة البوكاب والبوكاب سهل بتاع اليونت دي و نلاقيه لشوية من كتر الحرارة بقى اللي في الغرفة ايه اللي حصل يصب بالاغماء يغم عليه انني أتدت مهم جدا زي ما قلنا ان انا اكمل الجملة الاخر لا احد يستخدم في هذا العالم يخفف الاعباء عن الاخرين وقلنا يا جماعة يجب بعدها الانفينتف على الطول يجب بعدها طول انفينتف the best and most beautiful things in the world can not be seen or even touch افضل واجمل الاشياء في الحياة مش بنشوفها او بنلمسها لا they must be filled with the heart filled something with the heart طبعا الحروف الجارة زي ما قلنا ملهاش حل غير ان انا بقى عارف ان هي كده to ease معناها is to make something less difficult يسهل يخفف يعني خليها الصعوبة مثلا if you can stop a person from being sad your life will be successful طبعا قدرت تخفف الحزن عن شخص ده معناها انك انت شخص مفيد في الحياة في ناس بقى كلها ما في الحياة تأذي الاخرين منهم لله to faint means to become unconscious ما يصب بالاغماء يعني يبقى فاقد الوعي for a short time in vain بلا جدوى بلا جدوى يعني بدون نجاح يروحنا وفشلنا without success if something is challenging it is interesting but difficult معه هي تحدي تحدي يعني انت انت الحاجة دي مشوخة بالنسبة لك لكن في نفس الوقت صعب زي ان انا اجيب مطبوع كبير وحق حلمي ده ما بيجيش بسهولة دي حاجة challenging publisher الناشر وقلنا الناشر ممكن يبقى شخص او company share that produces books for people to buy my cousin wrote a novel but hasn't found ما هو الوحد بعد مكتب الوقت يدور على ايه دور على الناشر publisher فيه حاجات طبعا واضحة جدا وسهلة اه وأرجو ان المراد الناس كانت بتقول الخط بقى كبير اه المراد يبقى الخط اكبر ان شاء الله the film about the war was very moving moving هنا الفيلم مش معناها هنا moving مش جاب معناه متحرك لا محرك للمشاعر اهو يقول لك a lot of people cried at the end الناس قعد التعيط في النهاية although the plane crash تحطمت الطائرة لكن ايه rescuers were pleased ليه بقى مبسوطين to find that all the passengers were alive على قيد الحياة the walk across the mountains was beautiful but very challenging كان فيها صعوبة i knew that احمد would not be late ليه? because he never breaks a promise عمره ما بيحنف او يخلف الوعد بتاعه if you drive too fast you will break the law اه طبعا السوق بسرعة زيادة عن اللي حددها القانون يبقى ده بتخالف القانون بتكسر القانون the police might find you find you يعني يغرمك يدفعك غرامة it broke اميرا's heart احذنة اميرا ايه اللي احذنها بقى when her best friend moved to Dubai يا سيتي سيبيه هتشوف حالها دبي احسن يعني try the football team did not lose for 50 minutes يا لهوي خمسين متش مخسروش فيهم ولا متش يبقى كده حققوا رقم قياسي and broke a record كلمات اللي بيعمل هاش علاقة in winter we haven't seen robins 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 يا جماعة نوع من الطيور الجميلة اللي هو طائرة الحناء ده in the trees in the park في المنتزى حسن's tooth hurt all night الف سلامة حسن and he went to the dentist because the aching did not stop today باردو النهاردة سنانه بتوجعه لا يبقى روح له الدكتور بقى it was very hot and busy in the market today and one tourist fainted we ran to the station but it was in vain green على المحطة in vain the train had already left it hurt when i hit my head دماغي بقى خبطت فين في الرف but زي مصبوع رجلي صغير بضرب في السرير بقى كل شوية الاوي but the pain soon aised سرعان ما خفى الألم الحمد لله 27 the tourists left the boat and went at shore went at shore لو حط to بعد went went to the shore لكن هنا عشان sure adverb فخلاص بقى هي اللي تنفع بعد الورب went for the afternoon my father drove the car slowly because we saw there was a sand اهيد كانت هناك عاصفة اهيد يعني جاية قادمة some of the fish in the market are still alive بقى تلاقي كده وحد بيبيع سمك والسمك عمالة اي 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 اتنطط كده في المية يا الله they are very fresh طازة طبعا اه it's late but the children are still awake اي 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 دا دا داél دا و و ذوh meliss- how I can hear them سامح هم بيتكلمو . awake مستيقذ هاجه اكتف فقه هنا مع communities آ Henry ننبرا among mothers is to get to the bank ووكالاون يعني عرب اما تهيج تو الصف مكانة واحدة ولا هو المش على طول يعني ماتلم فيش يمين ولا شمال ب personally and turn right وفي الاخر بقه اليمين بقه at the bakers عند المغبس. don't make too much noise. the baby is. ليه ما تعملش دوشة? the baby is asleep. واضحة. winning the wallet cup. الفوز بكأس العالم. هو حلم كل دولة. تنفع ترجمة. طيب I have lost my keys. ضعت المفاتيح. يبقى I can't open the door. ولو لاحظت كمان مش بس احنا بنفرق بنلوز ومس وكاتش. هنا لأ دي مدارع تام من حدث حصل وليه أثر. فاكر يناد تو. number 35. the rain didn't stop us from. stop us from ING. وعلى فكرة مش لازم from. stop us enjoying the trip. يعني برضو معناها prevented us from. it was a bad accident. they are lucky to be. من حظهم. alive. يا من اسماتت في الحوادث. Ali now faces. يواجه عليهم الآن. اكبر تحدي في مساره المهني. challenge. she suddenly fell forward. ليه واعت كده لقدام. onto the table. كل ناحية الترابيزة. and fainted. وغم عليها. يا ترى ايه السبب. سمعت خبر زيفتي مثلا. i gave him some medicine to ease the pain. عشان يخفف القلم مكررة. my cousin broke the record. حتى من رقم القياسي. for the high jump. للوثب العالي. أو القفز العالي. اسموها الوثب العالي. الوثب العالي. the job was not challenging enough for me. unless I got bored. ما كانش العامل فيه اي نوع من التحدي. عشان كده الواحد حسب الملل. unless we find somewhere safe. وقلنا الكلمات دي. something, someone, somebody, everyone. والحاجات دي الاجيكتب بتجيب عاديها. عكس النونز العادية اللي احنا عارفنها. we should break for lunch. يعني break. يعني ناخد راحة. اهو فترة. هنا جاية بقى. ايه فر ببقى. if you want to choose a great hotel for your holiday. you can look on the internet. look on the internet. she introduced me to some of her fellow students. ذملائها من الطلاب. رفاقية من الطلاب. ذملاء. fellow. fellow teachers. يعني ذملائي من المعلمين. وهكذا. an angel worm. مدودة الأرض يا جماعة. is a long thin animal with no bones. تخلو من العظام. او ليس لها أرجل. lives in soil. بتعيش في التربة. can you think of a word that rhymes with flu. تقدر تفتكر كلمة مثلا لها قافية كده نفس القافية بتاعت flu. او كتير. flu. blue. true. كتير. the poet's anger finds expression. غضب الشعر يجد متنفسا عنه. in the last verse. في البيت الأخير من القصيدة. او الجزء الأخير من القصيدة. the poet recited. تلا 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 يتلو. some تلا بعضا من قصائده الأخيرة. poems يتلو. هيا بانك recite لو فيك الا مش عارفها. كتب معناها عندك. she was asked. الورد ده بيعمل حداد غريب أحيانا. فين بقى she was asked? هي. She was asked about the pay increase. زيادة في المرتب القصيدة. but made the comment ما أصدرت شيء عليه. the only thing wealth does for some people is to make them worry about losing لأ مش ذلك بقى ات تمام ليه عشان ويلس هنا انكاون تابر ااا يعني الجملة دي يعني الجملة دي فيها حكمة يا جماعة الله احنا مهم جدا طبعا للسنة دي ان انا بقى فاهم النص مش بخدها كده عالطاير لا اا الشيء الوحيد الذي تفعله الثروة في بعض الناس هي انها تجعلهم يقلقون بشأن فقدانها فقدان ايه فقدان الثروة يعود يجمع ويلم في فلوس وبعد كده خايف الفلوس تضيع جدا كنيلة the sun shone اشرقت الشمس the birds sing غردت الطيور and in every corner of the garden وفي كل ركن من اركان الحديقة there was something interesting to look at كان هناك شيئا جميلا مشوقا تنظر الي الله حلو المشهد ده بس فين بقى ناعدين في شواء بقى اخر اصلية ومحرومين من الحاجات دي fortunately the train was late لحسن الحظ ان القطر اتاخر يا الله ليه يعني ده المفروض الواحد بيتدايق لما القطر يتاخر we did not miss it عشان كده ما فتناش اه يبقى ايه اللي تفهموا بقى من جملة زي دي ان هما اصر راحين المحطة متاخرين ومن حسن حظهم من القطر برضو اتاخر فليحقوا عايزين نبقى فهمين الكلام جماعة he resigned from the company in order to take a more interesting job عايز بقى job في تحدي كويس الرجل ده his feet were aching رجليه بقى بتقلمه وليه from standing so long he broke his promise and didn't come to see me I almost fainted when she told me the news we tried in vain to make him change his mind سيبه I broke his heart and now all I want is to take away his pain لقد كسرت قلبه لقد احذنته وكل ما اريده الان ان اذيل عنه هذا الالم طب ليه طب يا ولدي ابن الاول this medicine will help to ease your and anxiety and anxiety قلق يا جماعة and anxiety القلق يعني بيبقى قلق شديد كده شبه مرض يعني غير وري وري بيبقى على خفيف what he is trying to say is that he is against the proposal انه ضد العرض او الاختراح يبقى هنا يعني the thing which he is trying to say I wrote a letter summarizing يرخص المين points النقاط الراسية لناقشناها يرخص cuz the tax the tax the tax tpp of u in other words بمعنى آخر the very rich الناس اللي دخلها ي زيدوا عن ma jeżeli مع الأرقام معنى يزيد عن اكثر منanna الناس اللي دخلها اكثر من 200 الاف دولار يلا هوي والدولار بكام دولار مثلا بستاشر خمستاشر لا كتير هوي هدول اللي استهلوا يدفعوا ضريبة فعلا the tax ضريبة باكتريولوجيا علم البكتيريا يا جماعة it's the scientific study of bacteria and other very small living things اسمها الكائنات الحية زي ما قلنا وموجودة عندك مونة has challenged me اه تحديتني بقى to a game of chess تعال لعبك شاتر هنجو وهغلبك اه ده تحديني طب يالله at the moment we are facing a serious environmental change نواجه الان تحديا بيئيا خطيرا ترجمة مهمة جماعة suddenly i felt a sharp pain او ان شارب تيجي مع pain لكن فيش حاجة اسمها شارب ايك مسلا in my chest في الصدق he earned his living earn his living يعني بيكسب من وظيفة عباء عن طريق by writing articles for newspapers لا تعبير على بعضي the government has taken measures to ease congestion in the capital لقد اتخذت الحكومة اجراءات لتخفيف الازدحام في العاصمة بالتوفيق يا حكومة all the moving parts الاجزاء المتحركة في المحرك في ال engine الموتور must be kept with oil يبقى يتم تزييجها كويس عشان ما موضش الديني بقى هنا moving مش معناها محرك المشاعر لا هنا معناها حاجة بتتحرك زي التروس وكده he broke the ولا دريكن حتى من رقب الخاص العالمي مرتين it will break your father's heart هتحزنه if you tell him you are giving up college انك انت هتسيب الكلية ليه كده يا عايز تصيع number seventy three is currently abroad في الخارق وخلي بالي بالي بتاع الكلمات ده يا جماعة بوصوص فيه تشابه غريب اخلي بالي من الكلمات اللي فيها تشابه غريب زي كده عشان بتعمل optical illusion بقى خداع بصري اثناء من الواحد بيجاوب اه there were four people ahead of me اه at the doctors عند الدكتور هو عند الدكتور وقدامه كام يقدامه اربعة لا الربطة دي كويس you are looking slim ايه ده انت سلم رفيع بس رفيع برشاقة كده جماعة مش رفيع هيكل عظمي لأ have you lost weight ايه ده هو انت خسيت ايه ما عايش الناس مالها ومال الناس يا عام انت مالك باللي خسي واللي تاخد ما تسيب الناس فحالها ياخد حاجة غريبة 76 the police say they are doing all they can to catch the criminal وهنا catch بمعنى الرسط يقبض على اه you read something interesting زي ما قلنا الكلمات something or nothing or everything الاجكتف بعديها all his limbs الاطراف يا جماعة لم كلمة لم دي كانت في الامتحان بتاع الفين وعشرين واعت ناس يقول لك ايه ده فين وكانت موجودة اصلا في الكتاب ايكت اه بتقلمه اطرافه يرتاعي شو الكلمة المش عايف معاناها دي انا بنقولها اكتبها the job was very challenging مرت قبل كده ده فيلم tells the moving story قصة محركة للمشاعر وبقى نقول دمان زي كده طيب الجرامر يا جمعنا زي ما قلت مهم جدا ونخلي بدنا ونشوف الفيديو بتاع شرح ال determiners والdistributors دي اكتر من مرة ودي نقولت وحذر عشان زي ما انت شايفت الكلام كتير قوي وممكن يلغبط تعال نشوف التطبيق مهم جدا يا جماعة عشان كده انا باستغرب من قلة المشاهدات للفيديو بتاع حل تمرين اليونت والواحد فيكو بيتكل على اني اهونا خلاص انا حالي لها صح طب يا ابني صح ليه لا مش عارف اهي اصلا عشان هي مكتوبة كده في المذكرة اهو مفيش حاجة اسمها مكتوبة كده انت المفروض تبع عارف السبب عشان لما يتكرر السؤال ده بعد كده في شهر ستة في الامتحان لأ انا فاهم فبحلو انا متأكد من اجابتي there are three rooms انا خلي بالي ايه اللي قلنا خلي بالنا منه في الجرامر ده جماعة تلات حاجات انا نفس مش فاكدهم ايه هم اهو العدد اهو هنا بيقول لي three rooms طيب وايه تاني وخلي بالي من شكل الفعل هل هو مفرد ام جامع طيب الحاجة التالتة الكلمات دي افري واتش واي بالو نايدر بتبقى فين في الجملة لان مكانها بيختلف من جملة الجملة يبقى انا عارف الثلاث حاجات دول الكلام ده هيساعدني انا بقى حين there are three rooms here each with its own shower اه يبقى كل واحد انا على كل واحدة فيهم على حدة يعني مش الثلاثة اوليهم شاور واحد وWC واحد لا ده كل اوضة منهم على حدة فيها الحاجات دي يبقى ما تنفعش غير اه لان هي دي اللي تدي معنا على حدة number two i read every last article by this journalist اردت كل مقالة طبعا استخدام افري قبل مين قبل last تعال نحددها last زبطها كده تبقى واضحة ان دي مرتبط اه هحط لك لينك الاجابات دي تحت الفيديو وفي الجروب يا جماعة انضموا للجروب يا جماعة these buildings all belong ايه ده يعني ما انفعش اقول every belong لأ تبقى كان ينفع ايه اه كان ينفع ايه برافو خلي مالك انا بحب الطلبة اللي بتركز these buildings each belong all belong to the university طيب number four not all that glitters is gold not all all that اه انا قلت قبل كده ان اقول يجي بعدها ذات مش ماط يا جماعة حد فكر تمام خلي مالك عشان الناس اه كتير بيقول لك all what i want all what مش عارف ايه لا مش حال اسمها all what اسمها all that طيب ايه معنى الجملة ليس كل ما يلمع ذهر اه يعني ما تتخدعش الموضوع مش مظاهر which of these two shirts fits you ايه ده ايه ده هنا بيتكلم على كام انا بقول تيه اخلي بالي من العدد neither ولا واحد من الاثنين they are both too tight ديقين اوي she didn't see any of us ايه ده يعني ما ينفعش اقول every of us لا كتبها every one of us مثلا طب ما ينفعش اقول didn't see none of us اهو ما بص اهو تعالى بص لو فكرت فيها في العربي هتخسر اهو في العربي اقولك ايه ما شفتش ولا واحد مننا ايه ده طب مش ولا واحد هنا يعني لا يبدل none هنا نافي و didn't enough ما ينفعش نافي مع نافي ايه ما في الحالة دي استخدم بدل none من any موجود عندك these books each till each تيجي قبل الفعل وبعد الفعل اهو طيب لكن ما ينفعش استخدم every قبل فعل almost three in every ten لما اقول واحد من كل خمسة تلاتة من كل عشرة ستة من كل الف استخدم مين استخدم every number nine not all انا قولنا قبل كده جماعة جملة اللي بتبدأ بقول اه ينفع عم فيها بnot not all engineers have large incomes اهو فيه engineers غلاظة طيب they sold two hundred fifty tickets in the first half hour in the first half hour في النصف ساعة الاولى من باية تذاكر يا ما شاء الله باعة عمتين وخمسين اه اه اي only half understood the instructions ايه ده مفهمتش غير نص التعليمات طب ونص التاني مش مهم اه اه حلو استخدام هاف يا جماعة اهو مش لازم هاف مع عدد او كمية بالمعنى اللي احنا فهمينه اه 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 ممكن اتكلم هنا وتيجي قبل اه 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 وجوتها قبل الفعل خلي باك منها دي they had two serious problems they had كم كم العدد ايوه اخلي بالي من العدد طب بعدين neither of which طب ليه which عشان problems غير عاقل فالشي طبيعي هتشيل ليه which ولا واحدة منهم من الاتنين يعني could either of you lend me five pounds please please اهو ده بيطلب ممكن واحد من كنتو الاتنين يسلف لي خمسة جنة يا انا يا رب يا ده حلقه صعب اوي اه لكن ما ينفعش اقول every of you مش حيسمع could neither of you please لا please يعني اثبات مش نافي بقى هنا has either of them called yet هو حد اتصل منهم هما الاتنين لغا دلوقتي او لما لا اه طيب either of them لكن has half of them ازاي كانت تبقى have half of them عشان انا بتكلم على جامعة none of us is الله ما في حاجة اسمها some of us is لا كانت تبقى some of us are طب every of us لا ما ينفعش اقول every of على طول طب half of us كاتبة are الله لما بعرف بقى السبب بتاع الاجابة يا جماعة انا مش بحل كده random لي عشوائيا وخلاص لا ومن هنا مهم جدا انا بقى فاهم السبب الاجابات طب ايه معنى الجملة دي اه لا احد منا يستطيع ان يتهرب من نتائج افعاله طبعا كل اللي يعمل حاجة ما معنى تحمل نتيجة افعاله عشان كده دازم تذاكر عشان ما تندمشوا في الاخر neither of these methods is neither of these methods طب both كانت تبقى both of these methods are طب all كانت تبقى are لم ينفعش اقول every of يا جماعة مهم جدا انا عارف سبب الاجابة all children should be taught to swim طب each كاتبة each child مفرد every كاتبة every child neither child he kept the other half of the cake for himself احتفظ بنصف الكيكة لنفسه طبعا the company has reduced the number of staff by half خفظت الشركة عدد العاملين بمقدار النصف the poems usually have three or more verses and in all لأ مش اقول بقى الله ها شفت احتنا احيانا بحل الغلط صفت احيانا بقى افري ماذا بتعمل كبا ليه بتعمل كبا سابقى جاء الله هادل مفروض تبقى every طيب طيب عايزين حد بقى يقول لنا هي ليه every يلا بقى قديك انت فاهم الكلام ده عشان لو all كده هتبقى all verses لكن هنا every verse او حلو كده احنا بنحل بنكتشف لو في خطأ ولا حاجة وبالتالي تبقى كل الإجابات ان شاء الله صح and in every verse there are words that rhyme they may have either no words or when she was a child she was good at both writing and both and she spent nearly every ولا nearly either اسمها nearly all she spent about about لا مينفعش اقول about every لكن ينفع اقول nearly clearly طب about about مع half الكامده مكتوب يا جماعة she prefer to write long letters to each friend طب all و both لا كان يبقى جامعة طب i don't like either of the two shares انا مش عاجبني ولا واحد طب ليه مش neither عشان فيه نافية جماعة فمن فيه عشان نافية مع نافية انا لسه ايلها i need to be good at both and and او في حاجة بتوضح الاجابة each engineer was given a separate منفصل اعطيه كل مهندس في المصنع وظيفة معينة يقوم بها يعني كل واحد على حدة فاستخدم each all students speak أخلي بالي ان الفعل والجامعة هو طالما طالما الفعل الاسم اللي بعدها جامع يبقى الفعل جامع the cake was cut into six pieces ايهセالة كلامية تم قطع al pilots , совершенно 6 قطع عشان كده ثلاثة من ايت redundant طبع عرفنا ان هي 6 قطع والثلاثة دول نصها ايوه عايزة الى حسبة يبقى اللي هنا نص تمام كل الطلاب اعضل اشيل جامع برافو ايوه 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 مش خطة حاجة منهم عشان ايوه 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 طيب اخلي بالي افهم الجملة عشان الاختيارات بتبقى دقيقة جدا مع الكلمات دي ممكن اي حد حتانة اغنط فيها the tour guide gave each tourist a ticket half tourists both tourists all tourists my mother said i could have either a cheese or ايوه 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 a chicken sandwich i was very hungry so i had both الله طمع بص ان عشان hungry طيب وبص معا and two men wanted to marry her اتنين عزين يجوزوها يا بغتها but she accepted لا ده بقى كده تبطر على النعمة but she accepted neither اكيد الاتنين مش مناسبين يعني accepted neither of their offers ولا عرض من الاتنين طب ويالا عرفني كده طيب ما يمكن ابلة ال offers كلها اولا نقول دي اكتر من من ثلاثة فا اكثر فما تنفعش every ما نفعش اقول every of وجود بط اساسا في الجملة يوحي ان هي رفضت you can stay in either ايه or حلوة جملة اللي تبقى واضحة زي كده either مع or neither مع نور both مع and كده ما له الجملة دي ما دي ودنا الجملة زي كده في الامتحانات على طول both hotels او جمع مع both have والفعل جمع طيب ده مش سؤالنا a cafe for breakfast and each room ايه each room ايه has فعل مفرد average and tv كل واحدة على حدة فيها كزا طب ليه عمو ما تنفعش all عشان تبقى all rooms neither hotel has الله neither بعد ايه اسم مفرد وفعل مفرد وفعل مفرد but there is a lovely restaurant next to آه تمام طب all hotels both hotels all our staff members are are i we want every visitor to our hotels to leave with a smile on their face حلو الفند ده every visitor every visitor visitor all here مش بتكلم على زائرة او اتنين لا بتكلم على كل الزائرين طيب tourists from the north of europe had blonde hair شعر اشقر طب ليه مش half يعني ممكن يبقى نص السياح هو نص خمس سياح ازاي يعني اتنين سائح ونص هنستعبط بع طور loves tennis and watches every match on television هنا يقصد بها التكرار طبعا فين there were two photos يا جماعة يا جماعة قلنا بنا خلي بالي من العدد من شكل الفعل من الكلمة موجودة فين في الجملة of me on my cousin's phone موجودين السورتين على التليفون but i liked but 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 توحي بالرفضة neither of them my sister bought two new shirts and both of them both are طب ليه مش قول ما يا عم بقولك two اهو the film was very boring and half of the people left before the end عشان الفيلم ممل نص الناس مشيت طب either لا اما مش اتنين بس براحين يشوفوا الفيلم يعني every ما فيش حاج اسمها every of both of the people ما فيش حاج اسمها both of the people بوث اتنين بس طيب do you prefer coffee or tea بص i like neither i don't like معلش هي الجملة دي مكررة او ما بحبش المشروبات السخنة اساسا at a restaurant would you rather have fish or meat حبت حبت اكم السمك ولا لحمة في المطعم i like both بص انا بحب الاثنين but i usually have عادة او عادة باخد chicken في الاخ مهم جدا والمعنى يا جماعة يبقى كده عند اربع حاجات ايه هم ما بفكر فيهم لما احل في الجمل الخاصة بال determinants والdistributors دي زي ما قلنا افكر في العدد الحاجة التانية شكل الفعل الحاجة التالتة الكلمة موجودة فين في الجملة الحاجة الرابعة المعنى which member of your family is the best at speaking English each of them speaks اهو each of them وفعل ايه وفعل مفرد but كلهم بتكلموا انجليش كويس but my mother is the best yes mother is always the best how many students in your class live near you about half of them مش حاجة اسمها about all يا جماعة ولا about both اصلا which school subject do you think is most interesting اين هي مادة بقى هي الاكثر تشويقها بالنسبة لك every subject is different تبصوا ما كلهم مختلفين يا جماعة every يعني اه كل مادة منهم مختلفة عن التانية بتكلم على كل واحدة على حدة i don't think i have a favorite ما فانديش حاجة مفضلة do you prefer to have a holiday on a beach or in the countryside for the reef i like either i like either اي حاجة يعني انا بقى but it depends on the time of year لكن ده بيعتمد على الوقت في السنة اه يعني اصدود يعني اصدود والله ايه انا بحب الريف وبحب البيتش البلايش بقى وكده بس في الصيف نروح البيتش وفي الشتاء ممكن نروح الكنتري سايد نبقى فاهمين الجمل which of these apples would you prefer بس i don't want either of them thanks وهو يقصد طبعا which هنا للتخيل بالعدد محدود يا جماعي فهينا يقصد which of these او اوضح لك اكتر عشان ما يبقى لكش حجة which of these two apples you can have either اما ده ايوه بس الجمل السهلة دي بتاعت either or بس and neither nor ياريت الاكساساس يبقى كله كده بتاع لامنت i have known you for two years but i haven't met either of your cam two i can't make the meeting on Tuesday بس انا مش هادر اروح الاجتماع بتاع متى لاذة neither can i ولا انا اه هنا موافقة بالنافية بقى لما تكون الجملة منفية واستخدم neither وبعدها فعل مساعد وبعدها الفاعل استيغت سؤال الكلام ده مشروح عندك which of these fair codes معطف من الفراق is yours ايهما يعني اي معطف من دول neither of them that one over there المعطف اللي هناك ده هو اللي فتاعي لكن وانا واحد من الاتنين دول اه اه وتقدر برضو نحط two هنا عشان الجملة تبقى واضحة ومحدش يبقى له حجة i don't go mountain climbing لا اذهب للتسلق الجبال and i don't go mountain walking ولا المشي كمان either اه استخدام ايضا وبعدها قبلها جملة منفية زي ما احنا شوفنا في الشرح neither of them is coming ايه ده وليه ما قلناش both of them كتبها are يا اخي طب ليه ما قلناش ايه عشان هو بينفي بقولك they both have to work هما الاتنين عندهم مضطرين يروحوا الشغل فبفيش حد فيهم جيلنا neither sally اه بتحبوا انتو الجمل اللي زي كده اللي هي اوعى وشك فيها نور either ايه ده طب يا رب التامنين كل يبقى كده all information is اه عشان information كلمة لا تعد لكن لو قلت all people اقول are عشان كده مهم يا جماعة نشوف الفيديوهات بتاعي شرح الاجابات دي مهمة جدا the party went on all night مع كلمات تدلع على الزمن باستخدم اقول اهو لكن كانت تبقى both nights what shall we do with all of this card board ايه card board ده انا هكتب معناها card board cartoon ودي كلمة cartizen مش عارف هكتب عربي cartoon لا تعد طيب كده وضحت this book was written for all children طب every every child each child everywhere more than 100 people came to the refugee camp مركز اللاجئين جاء الى مركز اللاجئين اكثر من 100 شخص almost اه تعريبا ايه almost all طب almost every لا انا متكلمش على كل واحد واحد ونتكلم عليهم كلهم had lost family members or property او ممتلكات or both اه number 68 all that اهو all بعدها ذات مش وط يا جماعة the kids all go جاء تقول هنا قبل الverb not all الجملة اللي بدأ بقول ممكنا فيها بnot at least half of these books can be can be sold it's at least half a kilometer half مع الكلمات الدلة على الكميات والمسافة زي كده it took them a day and a half and a day اسمها a day and a half to reach the top they are offering the flowers for almost half price بنصف الساعة موجود عندك في التعبرات الخاصة بhalf all the students الفعل ايه والفعل جامع ali wasn't at the meeting منفية وفي الموافعة بالنفية بستخدم neither neither was وفعل مساعد وفعل كأنها سؤال they have really good food at that restaurant and it's not very expensive either او طالما فيها نافي يبقى either لكن neither neither اصلا نافي فبقاش فيها نافي تانهم في الجملة i don't eat meat and my wife doesn't either النافي موجود يبقى استخدم either dolphins الدلفين يا جماعة ولا الدرفيل you sound تستخدم الصوت to communicate with each other تعبير يا جماعة each other تعبير على بعضي the current economic crisis gives us all an opportunity to rethink our priorities تعال ان ترجم الجملة دي مين بقى ترجم هالي ترجمة جميلة economic crisis يعني ازمة اقتصادية current حالية priorities اولويات rethink يعيد التفكير فيه يعيد النظر فيه opportunity فرصة اه تتيح لنا الأزمة الاقتصادية الحالية فرصة لأعادة التفكير فيه اولوياتنا طيب اه اعرف كلمة priorities اولويات rethink يعيد النظر يعيد التفكير فيه و opportunity و crisis ازمة و current حالية و انت محتاج آلاف الكلمات السنالية اه اه في التست الاولين يا جماعة اول حاجة في التشوز almost every car طب اه طب لو لما قول بيجي قبلها almost برضو لا كتبقى cars ما احنا قلنا نخلي باننا من العدد والمفرد وجامعوا الكلام ده every day is a chance to learn something new اولادي حكمة كل يوم يمر علينا فرصة لتعلم شيء جديد واللي ما يتعلمش حاجة جديدة ده يبقى ثلاثة we all hope اول اه جاية قبل الفعل all hope لكن بش حاجة اسمها we every hope we either hope ايضاك اتبقى فيها غور معاها اه بعد كده number four number four and France didn't either عشان فيه نافي اهو فما ينفعش neither خلي بالنا يا جماعة books and television are different لا بوس بوس اسئولك اوه الكتب والتلفزيون دول حاجتين مختلفين يعني ايه يعني منفعش واحدة فيه متحل مكان تاني ادي معنى الجملة فيبقى لجابة اسمها neither يبقى خلي بالي من المعنى برضو اربع حاجات ادينا قلتهم اربع حاجات اخلي بالي منهم فاكرينهم جاي سمعهم في الاخر number seven i don't want either of my parents عشان البيرنس دول اتنين لكن every 3 فاكسر وهنا فيه نافي فما ينفعش neither all دي 3 فاكسر اهو كل حاجة واضحة both of her brothers are مع بوس الفيرب جامع we rode جدفنا بالقارب نحو الشاطئ اه شو لكن لو فيه two قبل الاقواص كانت تبقى two that sure the new bridge has been finished two years ahead of schedule or schedule البرتش قولك schedule الامريكان يقولك schedule all right مش مهم طيب يعني ايه يعني البرتش ده الجسر الكبري ده خلصوه قبل الجدول الزمن اللي معموله بسنتين والله يب ناس نشيطة هناك هنا بيناموا number eleven we spent a lot of time spend يا جماعة ميك بعدها فيربي باين جي مايك فاوند اتشالينجينج جوب عمل فيه تحدي الحاجات ده مكررة كانت في الاكسرسايز عشان كتابولها بسرعة 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 خلافت القواعد هذا يعني انها مناسكوا لم تتبع فلو يتبع فلو يتبع السهولة التي تتعلم بها اللغات مدهشة يبقى إيز هنا جاية بمعنى السهولة مش بمعنى يخفف بعد كده عندك بقى الكمبراهنشن بتاعت تلفزيون وتأثيره على الناس والعنف في التلفزيون وأثره على الأطفال لا بقى انت ترى الكمبراهنشن نقرأ الأسئلة في الأول بعد كده نقرأ الكمبراهنشن قراءة أولى اعمل تعود على كده عشان ده اللي هتعمله في الامتحان اقرأ الكمبراهنشن قراءة أولى تفهم منها الفكرة العامة اللي بتدور عنها القطعة وبعد كده قراءة تانية بقى أنا خلاص بقيت الأسئلة في الدماغي وأبتدي دور على الإجابات قد اضطر إلى قراءة ثالثة عشان أطلع معنى كلمة عشان فيه سؤال وقف معايا من الأسئلة وبين هذه المناثرة السعيدة ان شاء الله يا جماعة طبعا السيد الوزير قال ان الامتحانات هتبقى كلها بنظام الاختيار من متعدد لكن احنا لسه ما نعرف شيء نظام الامتحان هيبقى ايه بالظلط أنا فيه امتحان عملته كده من خمسين بعضكم شافوا وبعضكم خدوا بس عدد قليل الدخل خد الامتحان وده حاجة مش كويسة المفروض نتعود على ازاي حل في الامتحانات الإلكترونية اللي ازاي كده وأنماط الأسئلة المختلفة احنا لسه ما ننفع ما نعرفش ايه نوع اسئلة بالظبط اللي هتيجي لكن هنعمل امتحانات بأنواع مختلفة المواصفات بتاعة الوزارة ممكن تاخد شهر واثنين طب ما انت عايز تحل وتتدرب نحل انواع مختلفة من الأسئلة فده يثبت المعلومة عندنا أكتر وبعد كده زي ما تكون المواصفات هنعمل امتحانات حسبها بإذن الله طيب الإجابات بتاعة الكمبريهنشل موجودة قدامك أو العنف في التلفزيون يدفع الأطفال إلى أن يصبحوا أكثر عدوانية ده شيء طب ده ممكن حيلاها من غير مارك قطعه المنتجات التي تتمي الإعلان عنها في التلفز لها أثر دار طبعا على صحة الأطفال والأطفال يكلوا بقى الحاجات وروحوا في دهية النماذج الاجتماعية للأطفال في الماضي الوالدين والمدرسين ومش عارفين موجودة في القطعة نفهم من القطعة أن الريتر ده أجينست إيه أن الراجل ده ضد عمل إعلانات عن الأغذية للأطفال عشان الأطفال يعني بروح يشتروها وروحوا في دهية والأسئلة بقى العادية الإجابات موجودة هي موجودة عندك وموجودة بالنص وبعد كده هات كلمتين بقى Unwilling to take action over a matter of importance يعني لا مبالي apathetic وrelating to the teeth حاجة مرتبطة بالأسناق دنتل ودنتل دي بنتشوفها كتير وقلقها مكتوبة علىها بعد كده الاسي بعد كده ترجمة عندك موجودة هي بشكل جميل إذا كان في كلمة زي over cultivation الافراد في زراعة الدكتورك و over grazing اسمه الرعي الجائر كان تسهم في desertification التصحر عمو مطلع الكلمات اللي زي كده وابتدي ايه وبالذات لما تبقى الكلمة في وسط جملة جماعة بقى سهل ان انا حفظها وعرفها الجملة الثانية سهلة جدا ومش شايفها اي حاجة بس شوف بقى زي ما بقول يا جماعة العربي بتاعي عشان كيه بقولك زاكر عربي خليك ولد في العربي كده انا كنت شاطئ زي ما انا في العربي اه كنت قشت في العربي من انجليش بس بطلت زاكر عربي يعني مش زي الاول طبعا اه طيب وبعدين الفا الجملة بتاعت ما بتقعد بقى ما بتقعدش تعمل كده الجملة بتاعت ال 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 الميني اوف اص ار في الوري يعني ممكن طبعا الكثيرون منا خلقوان بشأن كذا لكن بيعجبني كان طالب بقى راح عاملها ازاينا فاكر بالإيجابة دي ولكن ينتاب الكثيرون مننا القلق حيال أمس تقبل كوكبنا وساعتها الوديل لجنبه وقال لك مش لا نديه عن النباتات طب احنا هنقلق عن النباتات ما النباتات كويسة وزي الفل يعني بلاش تتخدع ان حرف واحد بيغير المعنى في الكلمة اخد بالي طيب بعد كده الترجمة من عربي لإنجليش وإذا كانت الترجمة طبعا هتيجي اختياري هيبقى ده أسهل بالنسبة للواحد ليه انت بجسم جرد تعرف إن هي جملة هي لتركبتها صح وتبقى الدنيا أفضل هناك الآن ده اللقاء هاستخدامك طبعا هلما أقول دليل قاطع بص يا جماعة لما جاء ترجم بقى أفهم المعنى العربي اللي أنا هعمله إنجليش في الأول طب يعني يعني أنا ممكن أعيد صياغة العربي في الأول وبعد كده أعمله إنجليش أسأل نفسي بقى يعني دليل قاطع بصولك فيه دليل قاطع يعني ده قاطع يعني واضح برافو الله يعني أقدر أستخدم كلمة clear وما حدش يزعل مني لأ زينفل صح تماما طب فيه كلمة يعني من كلمات conclusive أما أنا لا أعرف كلمة clear ماشي فأنا أعصد أقول إن أنا ممكن أستخدم كلمات سهلة لو أنا فهمت العربي في الأول وعدت سيخطب العربي طيب وعندي كلمة poisonous و toxic بالنسبة لسامة agriculture كلنا عارفينها وبقى الكلمات سهلة طيب أو الألبانية ويفضل كلاهما يعني الاثنين آه مش ما يفضل ولا واحدة منهم لما أصلا لازم لغة بوس تمام children under 16 can travel half fair بنصف الأجرة الله سهلهم الأطفال يريد كن واحد فضل بطفر every student gets طب قول كتبها سنس جامع they have to give it back ويرجعوها في نهاية الكورس يبقى الجملة مش نافي he was the only player who played in every single الله every مع single هاخد بالي من الكلمات المرتبطة بعضيها we worked every other Sunday يعني every other Sunday يعني حد آه وحد لأ يعني مش كل حد it is neither الله أنا عايز جمل من دي both of the two يا العدد where وجامع she was found alive عثر عليها على خير الحياة بطء ولكنها فقدت الوعي مش مهم بس هتعيش I nearly fainted كتت أن أصاب بالإغماء نعم الجملة دي مكررة getting a new assistant will lighten the workload considerably هيخفف من حمل أو عبء العمل إلى حد كبير lighten يخفف we went for a walk along the beach مشينا على طول كده بامتداد الشرطة all the police's efforts to find him were in vain فشلت جهود الشرطة في العثور عليه yes traditional Egyptian food الطعام المصري التقليدي is delicious مش كله her sons death وفاة ابنها broke her heart طبعا أكيد now women work both before and after شوفت استخدام بوث اند هنا قبل وبعد having their children الله يكون فعلا there is average chance آه ودايما قلنا ارتباط الكلمات ببعضيها يا جماعة نخلي بنا منه بعد كده القطع اللي بتتكلم على الفضاء والنجوم المجرات واللي كانوا بتخيلوه زمان واللي موجود دلوقتي وضرب الطبانة دي ولي ما عارفش اسمه ايه آآ انا طبعا مترجم لك بعض الكلمات عشان فيها بعض الصعوبة وايه رق قطعة تاني زي ما قولنا لو انت شايف ان الجابات مش حلوة بتاعتك الناس اللي بعد التسآل بقى بتقول احنا بنغلط كتير في الكمبريهنشن بتقلقوش يا جماعة الموضوع ده بيجي بالتدريج مشكلتك بقى انك انت بتبص على الامتحان اللي في شهر ستة من دلوقتي فانا عايز من دلوقتي في شهر تسعة هو قابليها مش عاب كام شوهر عايز اجيبي الفول ماركت النهاردة لا احنا مش بنفكر بالطريقة دي انا بفكر انا بتعلم واغلط طب انا الغلط عندي كتير مش مشكلة المهمة تتعلم من الغلط بتاعي وكل انا بنغلط لما انا باغلط طيب طيب فالتحسن يا جماعة بيحصل بشكل تدريجي فما تقعدش تقلق وكل ما تنقص كتير في امتحان تعيط وانا كده هسقط السنة دي لا ده انت على بيضة مطروح بقى شهر ستة الامتحان هتكون تعلمت آلاف الحاجات اللي هتمكنك من ان كنت هتجيب الفول ماركت نشوه الله اه ده بالنسبة لأسئلة الكمبرهنشن وهات كلمات طبعا بيقولي اوبريتد باي اوتوماتيك اور ريموت كنترول حاجة تشغل بريموت كنترول يعني بشتغل بدون تدخل الانسان اللي هي كلمة انماند اللي موجودة في القطعة سمثين ده تزنات اندرستود او نول حاجة مش مفهومة مش معروفة ده عبارة عن لغز غامض ميستري وبعد كده الترجمة انا جايب الترجمة طبعا الترجمتين دول هتلاقيهم اساسا موجودين فين اه موجودين في النص نفسه يعني يقولك ايه افضل واجمل الاشياء في العالم لا يمكن رؤيته او لمساء بل نحسوها بقلوبنا كل من يخفف الاعباء عن الاخرين هو شخص له قيمة في هذا العالم شوف ازاي بتتعمل الجملة عربي عشان تتحسن في الترجمة الترجمة التانية لازم الاقتصادية الحالية تعطينا جميع فرصة وعاجل تفكير في اولوياتنا هي هي موجودة في جملة choose قبل كده فيه راس خدت بالها اكيد احب الطالب اللي بياخد بالهم كل حاجة ترجمة سهلة استفيد من الكلمات و بص اهو بص بولك ايه if you don't الله على الجملة دي عايزين استفيد حاجة في كل مرة يا جماعة ما تبعي بقى if you ايه if you don't build يا جدا عليه كده if you don't build your dream someone else will hire you to build theirs لا مين فهمة بقى الله على العيال اللي بتركز وتحب الجمل زي كده انا بقى جات لي رسائل حط لنا جمل زي كده في كل مذكرة وكل فيديو هعمل كده ان لم تقم ببناء حلمك سيستخدمه كشخص اخر لبناء حلمه حلمه هو وانا بحب محمد صلاح اهو مين فينا ما بحبش محمد صلاح اخواننا اهو وهطلك الصورة دي في كل حاجة وفي الفيديو never give up محمد صلاح يا جماعة منامش في يوم من الايام والصحي لقى نفسه محمد صلاح اللي احنا نعرفه ارجع بقى وشوف القصة بتاعته وبداياته والمرار والعذاب اللي شافه عشان يبقى محمد صلاح اللي احنا نعرفه دلوقتي عشان كده انت محتاج انك انت تعمل كل اللي تقدر عليك كل اللي تقدر عليه اصدر طيب بالتوفيق يا جماعة وهشوفكم في اول فيديو ليونت 5 قريب بإذن الله وربنا وفقنا ويوفقكم جميعا بإذن الله شكرا موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة